وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 439 قضية مونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 125 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 78 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بغز البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 627 قضية خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات أما في مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريدي وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت أكثر من أربعة أطنان أقمح محلية